طيب ونحن نتحدث عن الزلزال والكوارث بدلا من أن يأخذ الجميع العزات والدروس نجد بأن هناك أمور صادمة هذا حارس نادي ملودية الجزائر من يدرب هذا الفريق هو فوزي البنزارتي نتحدث عن صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة كان هناك مباراة لصالح الملودية في الدوري الجزائري هذا الحارس بارك الله فيه وجزاه الله خيرا حرص على أداء صلاة الجمعة في المسجد ولم يؤدي الصلاة في الفندق مع اللاعبين الذين كانوا يقيمون صلاة الجمعة داخل الفندق لكنه كان لدي حرص على الذهاب للمسجد المباراة كانت في تمام الساعة الخامسة أي بعد عدد من الساعات بعد صلاة الجمعة لكن كان لابد من التجهز والانتقال مباشرة بعد الصلاة لملعب المباراة فوزي البنزارتي وجد بأنه حرص المرمى ذهب للمسجد وغير موجود بعد قطعا أداءهم لصلاة الجمعة داخل الفندق لذلك قام باستبعاده برغم أنه كان قادرا على اللحاق بالمباراة لكن قام باستبعاده هنا تحدث روادي سوشيال ميديا هنا الجزائر هنا الجزائر بلدي المليون ونصف المليون شهيد هنا الجزائر التي تفتخر بوصولها وبهويتها الإسلامية هنا الجزائر التي لديها حرص على رفع راية الإسلام كيف يحدث بها هذا الأمر وهاجموا البنزارتي بقوة ووجهوا له انتقادات وشكروا لاعب الملودية وتحدثوا عن أخلاقها الحسنة اشتركوا في القناة